سلام إن شاء الله تكونوا ملاح بعد غيبة طويلة جيناكم بسلسلة من الفيديوهات إن شاء الله تنالإعجابكم الهدف منها هو نطوروا منفسنا ونكونوا أولياء إيجابيين راح نقدم لكم لقطات ليوميات صعبة على أسرة تعيشها مع أطفالها راح يكون فيها تشخيص للمشكل ومن خلال ذلك راح نقدموا حلول ما تنسوش لهذا النوع من الفيديوهات يشترك في القناة ويضغط على زر الإعجاب شكرا اليوم عندنا فيديو مهمة جدا أسرة عندها مشاكل مع أطفالها هذا الأطفال صغار عندهم أربع سنوات تلت سنوات وسنتين الأولياء رأهم في حيرة من أمرهم لأنه كل يوم يواجهون نفس المشكلة صراخ بكاء نوبات غضب والأب مع الأم ما عندهم مش نفس الطريقة كل واحد فيهم اختار استراتيجية معينة باش يواجه بها هاد الأطفال الأم تركت كالكبار الحزم والصرامة والأب متمسك بهاد الصرامة وهاد البروفيل لأطفال كالكبار المشكلة لازم نفهم حاجة هاد الاسرة وعلاش عندها يوميتها فيها كتير من المشاكل لأنه كما شفنا كانت تلت أطفال وهاد الأطفال ما كانش بزاف بيناتهم تباعد والأم مع الأب يعني نقدروا نقوله الأم مع الأب راهم يلقاوا صعوبات خاصة عند مجاهم الطفل الثالث بمعنى أن الحمل اكتر عليهم في حالة هذه العائلة طرقت الأم إلى نقطة مهمة آخر أبنائها كان عنده مشاكل صحية وبالتالي لجأت شوية إلى الحماية زائدة لهذا الطفل الصغير الكبار اللي عندها 4 سنوات 3 سنوات لاحظوا هاد الشيء يعني اهتمام المفرط للأم جسد للطفل الصغير وهما حبوا يبانوا باش يبانوا خيروا هاد السلوكات وهي سلوكات فيها سراخ فيها بكاء فيها عناد كل حاجة تخلي يعني الطفل يلفت انتباهه أو يقطعه رام يقوموا بها أم المفرد من أعاني نديك بشكل سنوات أبداً بشكل سنوات لا يتحسن مشاكل وإعبد من قبل ألغاان نعني جعوز رائع لو أن تتفجيح العدد للحواج فيها عديد مرنى تحسنانم لكن لليس قد أعنت لليس قد لست لليس قد التحديل سيسب الانجارة تتعلم كم فيها تكتب الأم وما الأما古ق اشتركوا في القناة معنتها يتمسخر بهم كما نقولوا بالعامية يعمل شوية سلوكات مرات تخلي الأم والأب يخرجوا عن طحهم هذا سيتم بروفوكاتور الطفلة الصغيرة واش را يتعاند وهذا البروفيل نلقاوه طولة نلقاوه دايما في الولاد يعني الطفل الصغير يقعد يعاند في خوته الأخرين خاصة سلوكات السلبية هكذا واش تحبوه اليوم يتعاند في ثلاثة المساعدة هنسوفي يتعاند في حالة لا 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 منام لديها مؤسسة لشبيرة 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 نائم لشبيرة منام لشبيرة 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 قد تريد اغلق تبق نحن لا يجب أن تفهمها في التربية عندما تكون لديك سلطة لا توجد حضور لا توجد حضور لا تستطيع أن تتحي في تربية أبناءك كذلك ملاحظة مهمة جداً لا يمكن أن يكون مرخي وواحد يكون مزير لازم كل واحد فينا يقدم الأدوار بتاعه بطريقة متزنة معنتها وقت لازم نكون صارم ووقت نكون عادي مع أطفالي يعني ما كانش مشكلة لتخليني نكون جندارم كما يقولوا معنتها الأم هادي اللي راهي في هذا الفيديو مخلي دور الصرامة ودور الشرطي للأب ما هوش هذا هو الحل وهذا لو يخلقنا هاد هاد سلوكات المصدربة دقينة هاد سلوكات المصدربة دور الصرامة لا يمكن أن تفعل الصرامة لا يمكن أن تفعل الصرامة قد ين semaine لا يمكن أن تفعل الصرامة لا أبدأ كما رأنا وبالتالي أولادنا يدخلوا كما يقولوا إحنا فيما بيناتنا ويخلونا إحنا تانيتماشي متفقين مع بعضنا إذن الأولياء لازم يكونوا مبينين لأولادهم بلاي سيكونوا مبينين آي 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 عندي ما نقول على العقوبة كثير من الناس يحبوا يمارسوا العقوبة ولكن ما يعرفوش كيفاه أول حاجة علش نلجأوا العقوبة بش ما تلجئيش للضرب هكذا بس حكيت مارسي العقوبة لازم تفهمي باللي أول حاجة لازم تكوني واضقة من نفسك ما تخافيش من أنه لجأتي للعقوبة ما يحسروا له للطفل بكاء الطفل كيت مارسي عليه العقوبة ما رحش يهلكو ثاني حاجة ما تكسريش ما تحبسيش عقوبتك حتى الطفل لحسيته ما راهوش يعني يخضع ولا ما راهوش يخد لك الراي نغمال انتي كملي في العقوبة تاعك وسي كل يوم ما تخليش يخير نوعية العقوبة ولا مدة العقوبة داكو الاقوبة لا ام الفوضى الفوضى اليومية تخلي الام ولا حتى الاب يفقد اعصابه بالصح المشكلة راهي فعدم تحكم الام في ابنائها ما كانش حدود لازم تفهمي باللي حتى ما كان اللعب لازم يكون عنده بلاستو ماشي اللعب يعني عندما الطفل يبدأ يلعب نخليه في كل مدرب لا كاين مكان مخصص للعب وكيكمل يطم ادواته يفوك يلغنش تزافر يفوك يكون عنده هنش كون ليقوم بهذا الشي كيما هنا في الفيديو هدي الام ما تعرفش تقوم يعني ما تحوتش على هاد الاماكن ما تعرفش تحت حدود لاطفالها خاصتها بزاف حضور خاصتها بزاف سلطة ومع الاخير تبكي وتوري هاد الشي توري هاد الضعف لابنائها ما كانش مشاركة هاد العائلة رانا نشوفوا فيهم يمشيوا في يعني طريق مزدود الاطفال يأكلوا وحدهم ويوروا لهم بلي هاد الوقت هاد راهو مخصص غير ليهم ولازم يجبرهم على الأكل وما كانش مشاركة لازم أطفالنا يتعودوا أننا نحن أسرة إذن كاين أم كاين أب وكاين أطفال يقعدوا كامل حول المائدة ويتناولوا هاد الفطور والغداء بطريقة يعني بسيطة هادئة نحن عدم مشاركة الأولياء راه تخلي الأطفال تانيت متمردين ونشوفوها طوال اليوم هاد يعني هاد التمرد نشوفوا طوال اليوم ولكن أثناء الأكل وأثناء النوم راهي تندر بطريقة يعني عنيفة جدا تدخل فرد من أفراد العائلة جاء في وقته راهي تقول على أختها أنها خاصة تسيير محكم تقول على الأطفال والغداء ليس محكمة وكل مرة أنا نشوف فيها الأب هو حتى يجي من الخدمة باش يقوم بأشياء بسيطة اللي هي تقدر تقوم بها وحدها راح نشوفو في الفيديوات الجاية واش راهو يصر لها Est-ce que vous pensez qu'elle a reglé comme problème ستجونة فاما؟ دجا une bonne organisation de gestion d'enfant وأيضاً في ميزان لأنها تقاسم الأدوار لأنها تقاسم الأدوار أعتقد أنها تقاسم الأدوار هنا يزيدون يضعون نقول لنا المشكلة يمدوننا ما هي مشكلة هذا الأم الأسرة هذه لم يكن تقاسم الأدوار بطريقة جيدة يقول لنا يقوم بكل شيء أما الأم فهي كما يقولون منحي نفسها حضورها فقط يبقى حضور شكلي لا تقاسم الأدوار لا تقاسم الأدوار ولا الإرادة سموها كما حبيتو ناس تقول كرهت هذا الدور تعل الأم اللي ما يكونش مبني على الرغبة وما يكونش مبني على أنها تيقى في نفسها إذا كانت أم ما هيش ما هيش وجدة ربما عندها ضغوطات كثيرة ربما الأمور فقدت السيطرة عليها ممشتش كما كانت حبا عندها كان عندها ربما طموحات أخرى إذا ستترك دونزان ننغرناج هاد الأزمة اللي يتمر بها الأم هادا هو اللي رايخلي تربية الأبناء صعيبة وبالتالي الأمور نقولوا إحنا خرجت من من السيطرة وتمرد الأطفال وسلوكات اللي راينا نشوفوا فيها ما هي إلا نتيجة حتمية إذا كأم وش نقدروا نقولوا لها الأم اللي مرهيش قادرة تأدي دورها لازم نقولوا إحنا تحبس تحوس على المساعدة تتكلم ما فيها شعيب لازم نلقاو كما يقولوا إحنا حلول لعمرتنا إذا ما ناش قادرين ولا نشايفين المهمة لنا فيها مشي هذك وش حبينا إليق نعاودوا نفكروا كيفاش نعاودوا نلقاو رغبة وإرادة لأن تبقى مسؤوليتنا تربية الأبناء تبقى مسؤوليتنا وما نقدوش نعاود نقولوا اللورن بالعوم هاو المشكل إذا باش تواصلي إليق تلقاي حل مع نفسك ترجمة نانسي قنقر